شو بتحب توجه رسالة للي بكونوا عايشين بها الحالة ضغط الحياة وطول وقتهم شغل وعلاقة عصابهم الكلمة اللي عايزة اوجهها لهم انتوا اللي هتشيلوا الفاتورة دي انتوا اللي هتشيلوا الفاتورة دي لوحدكم لما بتاعي أو بتاعي بتتعب أو بتتعبي محدش بيشيل ألمك معاك ممكن حد يقف جنبك لكن محدش هيشيل ألمك معاك انت اللي بتتقلم وانت اللي بتعاني وانت اللي بتتوجع وانت اللي بتقول الأه محدش معاك ممكن حد يقف جنبك يسندك لكن محدش هيشيل ألمك معاك وانا بنصح كل واحد وركهولك شخصيته زي شخصيتي أو واحدة وركهولك فيش الاحنا الدنيا اللي احنا فيها بقيت كل حاجة حوالينا محتاجة انك تبقى قوي عشان تتحمل كل إذاقات الحياة سواء من نوعيات الأكل اللي بقينا بنا كلها سواء الجو اللي احنا عايشين فيه سواء كل حاجة إذا ما كانش عندك القوة دي مش هتقدر تتحمل وبسهولة وعكس زمان حتصاب بعد الشر ما تمناش لحد إنه يصاب لكن دي حتبقى الفطورة إنك حتعي الناس تهدى شوية مش هتعمل حاجة إلا حتخسره لما إنك إنت تدي لنفسك راحة تدي لنفسك أنا لما رحت لندن بقيت أبص أقول هو أنا زي كنت بشتغل بالطريقة دي كان غصبا عني قاعدة فلا ما نصحش حد إنه يبقى بالطريقة دي